الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المسيط طيب المباركة مباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان اللعنزي أهلا وسهلا بك فضل شيخ حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وفي جميع اللقاءات وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق إنه خير مسؤول استمعينا في كل مكان لا زال حديث الشيخ جزال الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أسماء الله الحسنى يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688 رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 الكلمة الفضل شيخ أحسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد فما زلنا مع تأملات ووقفات إيمانية مع أسماء الله تعالى الحسنى ومع صفاته العلا فالله جل وعلا امتدح أسماءه في كتابه في مواضع متعددة منها يقول الله جل وعلا الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى ويقول جل وعلا قول دعوا الله أو دعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ويقول جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ويقول جل وعلا هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى وحينما نتأمل في هذه الآيات نجد بأن الله تعالى وصف أسماءه بأنها حسن وقد تكرر هذا الوصف في القرآن كثيرا وحسن هنا أي بالغ في الحسن المنتهى والغاية والكمال ولذلك هي جمع الأحسن لا جمع الحسن فهي أفعل تفضيل معرف باللام قيل أحسن منها بوجه من الوجوه بل لها الحسن الكامل المطلق لكونها أحسن الأسماء وهو المثل الأعلى الذي ذكره الله جل وعلا بقوله وله المثل الأعلى في السماوات والأرض ولذا كانت أحسن الأسماء بل ليس في الأسماء أحسن منها ولا يسد غيرها مسدها ولا يقوم غيرها مقامها وتفسير الإسم منها بغيره ليس تفسيرا بمرادف محض بل هو على سبيل التقريب والتفهيم لكمالها في مبناها ومعناها ولحسنها في ألفاظها ومدلولاتها ولذلك هي أحسن الأسماء كما أن صفاته أحسن الصفات وأكمل الصفات فلله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على تعريفه بنفسه لعباده حيث إنه تعرف إليهم بأسمائه الحسنى وبصفاته العلاء وبآثار هذه الأسماء والصفات في الأنفس وفي الآفاق وفي عالم الشهادة وسيظهر أثرها أيضا أكثر في عالم الغيب يوم القيامة وأسماء الله تعالى إنما كانت حسنى لكونها قد دلت على صفات كمال عظيمة لله فما كان من الأسماء علما محضا لا يدل على صفة لم يكن من أسماء الله وما كان منها ليس دالا على صفات كمال بل إما دالا على صفات نقص أو صفات منقسمة إلى المدح والقدح لم يكن من أسماء الله تعالى ولذلك أهل العلم يقولون بأن أسماء الله توقيفية يعني لا مجال للعقل والاجتهاد والذوق فيها برأي من الآراء وبوجه من الوجوه أسماء الله توقيفية وردت يعني ما ورد في القرآن وثبت في صحيح سنة سيد العنام وهي دالة على صفات كمال ونعوت جلال لرب تبارك وتعالى فهي حسنة باعتبار معانيها وحقائقها لا بمجرد ألفاظها إذ لو كانت ألفاظا لا معاني فيها لم تكن حسنة ولا كانت دالة على مدح وكمال ولساغ وقوع الأسماء الدالة على البطش والانتقام والغضب في مقام الأسماء الدالة على الرحمة والإحسان وبالعكس ولذلك حينما يقول الداعي مثلا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي إنك أنت الغفور الظحيم ولا يمكن أن يقول ولا يناسب المقام أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك شديد العقاب مع أن الله جل وعلا شديد العقاب لكنها لا تسوغ بهذا السيام أو يقول شخص مثلا أو اللهم أعطني فإنك أنت القابض المانع هذا غلط ولا يناسب أن يدعو الله عز وجل بمثل هذين الإسمين لما في ذلك من التنافر في هذا الكلام الذي لا يستقيم ولذلك فإن كل اسم من أسماء الله تعالى دال على معنى من صفات الكمال ليس هو المعنى الذي دل عليه الإسم الآخر فالرحمن مثلا يدل على صفة الرحمة والعزيز يدل على صفة العزة والكريم يدل على صفة الكرم وهكذا دواليك ولذلك هذه الأسماء ترجع إلى ذات واحدة وهو الله جل وعلا لكن كل اسم يدل على صفة ليست موجودة في الإسم الآخر وقد يجمع الإسم الواحدة صفات متعددة يقول شمس الدين بن القيم رحمة الله عليه أسماء الرب تبارك وتعالى كلها أسماء مدح ولو كانت ألفاظا مجردة لا معاني لها لم تدل على المدح وقد وصفها الله بأنها حسنى كلها فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون فهي لم تكن حسنى لمجرد اللفظ بل لدلالتها على أوصاف الكمال ولهذا لما سمع بعض العرب قارئا يقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله قال في آخر الآية والله غفور رحيم قال هذا الأعرابي ليس هذا بكلام الله فقال له القارئ أتكذب بكلام الله فقال لا ولكن ليس هذا بكلام الله فعاد إلى حفظه وقرأ والله عزيز حكيم فقال الأعرابي صدقت عز فحكم فقطع ولو غفر ورحم لما قطع ولهذا إذا ختمت آية الرحمة باسم عذاب أو بالعكس ظهر تنافر الكلام وعدم انتظامه وعلى هذا فإن دعاء الله جل وعلا بأسمائه المأمور به في قوله فادعوه بها لا يتأتى إلا مع العلم بمعانيها فإنه إن لم يكن عالما بمعانيها ربما جعل في دعائه الاسم في غير موضعه كأن يختم طلب الرحمة باسم العذاب أو بالعكس والمتدبر والمتأمل للأدعي الواردة في القرآن الكريم أو في سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يجد أنه ما من دعاء منها إلا ويختم بشيء من أسماء الله الحسنة ويكون في ذلك الاسم تناسب وارتباط مع الدعاء المطلوب خذ مثلا يقول جل وعلا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانظر إلى ختم هذه الآية التي فيها هذا الدعاء بهذا الاسم العظيم وأنت خير الراحمين أيضا يقول جل وعلا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تسمع كلامنا وتعلم حالنا ولا يخفى عليك منا خافية هكذا يكون الدعاء أيضا يقول جل وعلا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وأنت خير الفاتحين وهكذا يعني ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأدعية الكثيرا نجده في مثل هذا السياق حيث إنه يختم الدعاء بما يناسب ما دعا به الداعي ويمكن أن نختصر ما ذكرناه في النقاط التالية أولا أسماء الله تعالى توقفية لا مجال للعقل والاجتهاد والذوق فيها برأي منا بوجه من الوجوه وقولنا توقفية يعني وارد في كتاب الله وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر آخر أن أسماء الله تعالى حسن كلها أي بالغ في الحسن الغاية والمنتهى والكمال فلله المثل الأعلى في السماوات والأرض المسألة الثالثة أن أسماء الله دالة على أحسن مسمى وأجل موصوف وهو الله جل وعلا ذو الجلال والكمال والجمال والإكرام سبحانه وتعالى المسألة الثالثة أن كل اسم من أسماء الله تعالى يدل على يتضمن الصفة صفة كمال لله عز وجل ولذلك كانت هذه الأسماء حسنة لكونها متضمنة للصفات العلا صفات الكمال والجمال والجلال كذلك المسألة الخامسة أن كل اسم فيه من إجلال الله وتعظيمه وتقديسه وتعظيمه وإكباره الشيء الظاهر ولذلك المجد لله والعظمة له سبحانه وتعالى أمر مسألة السادسة أنه ليس في أسماء الله تعالى اسم يحتوي على الشر أو يدل على نقص مثلا فالشر ليس إليه فلا يدخل في صفاته ولا يلحق ذاته ولا يكون في شيء من أفعاله فلا يضاف إليه فعلا ولا وصفا المسألة السابعة أن الله تعالى أمر عباده بدعائه بهذه الأسماء بقول فادعوه بها وهذا شامر لدعاء المسألة ولدعاء العبادة ولا شك بأن هذا من أجل وأعظم الطاعات والقربات المسألة الثامنة أن لله تعالى تسعة وتسع نسما مئة إلا واحدا من أحصاها حفظا وفهما وعملا بما بمقتضاها أدخله الله تعالى الجنة الحديث له بقية نرجعه إلى اللقاء القادم بحول الله تعالى وقوته إلى ذلك الحين استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم فلسيخ وأحسن الله إليكم نذكر مستمعين الأكارم برقامة تواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 رسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركة الصلاة معنا أبو محمد فضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو محمد فضل أي الله شيخ بارك فيك أحفظك تفضل محمد الله يحفظك شيخي السؤال بخصوص الأذان الشيخ هل أثناء الأذان الشيخ عند دخول المسجد مع وقت الأذان هل من الواجب أو الأفضل أن الواحد يظل واقفاً يعني أحتراماً للأذان أم ما فيها شيء أن الواحد مثلاً يجلس أو يعني فيها أفضلية هذه ولا ولا لا وعندي اقتراح الشيخ للبرامج هذه بما أن هذا البرامج يعني ما شاء الله يعني صار لسنين والناس تستفيد منه فأنا اقتراحي لأحبذ لو إذاعة الشارقة أو تلفزيون الشارقة يتم تجميع جميع الأسئلة وفي كتاب فضلة الشيخ الصحاق إن شاء الله نرفع يعني أنا اقتراحي حتى يستفيد منه الناس وتعرض في المكتبات بحيث يسمى الكتاب شريعة النور ومعظم الأسئلة مثلاً هذا السؤال انطرح في تاريخ كذا للشيخ فلان والجاوبة الشيخ كذا كذا أنا أشوف أن هذا وايد راح يكون أفضل إنه من ناحية أن الناس تقتنيه وتستفيد منه أكثر إن شاء الله إذا كان الله خير محمد إن شاء الله والله يجيكم ومحمد فضل ومنكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته يا كلام محمد فضل الله يحييكم يبيكم الله يجزيكم كامل الخير الخير كله إن شاء الله على ما تقدموه إن شاء الله الله يحفظكم طويل عمر أنا سؤالي لفضيلة الدكتور الشيخ يخص الشخص مثلا اللي كان مقصر في صلاة وفي دينه يعني سواء متعمد أو غيره مثلا عدم صلاة عدم صيامه كيف يتوجب عليه الآن القضاء مع أن الفترة طويلة يعني خلنا نقرب مثال على سبيل مثال عمره الآن أربعين خمسة وأربعين ما فهم فهم سنة سنتين ثلاث ما فهم صلاة نفس الطريقة إن شاء الله ما 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 يعني كيف يقضي إن شاء الله وأن الله غفور الرحيم وكيف يدعي بارك الله فيكم إن شاء الله إزاك الله خير ومحمد الله يحفظ وبرك فيك تأسيس ما شاء الله عبد الله تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياتك الله أبد الله تفضل شيخ نطلت عمارك في واحد في وقت الصلاة السجود بعد ذي داع بعد ذي داع سجود ربي آفا لي لبي كله دقة وجله اعجله واسره. هل هذا صحيح بلا? ان شاء الله. واذا كان صحيح بوقت استجود الصلاة او اه نوافد عن نظر بالليل. سلام الليل هذا. ان شاء الله. واضح ان شاء الله. ازاك الله خير بعبدالله. تسمع الرضي فضل الشيخ. نعم. بعده تفضل. اه السلام عليكم فضيلة الشيخ الصحافة للطيف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله باي. اخنا الجليل دكتور اه عزيز فرحان. كيف حالك شيخ عزيز? اه. وكذلك اه المخرج علي السعيد والمستمعين. فضيلة الشيخ اه قبل ايام اه استمعت في برنامج في ذاعة خارجية. يعني سؤال عجيب وغريب. يعني يسأل فضيلة الشيخ يقول يعني انا اليوم يخصد نفسي اليوم. انا صليت صباح اليوم. ولكنني شكك انا صليت الركعة الاولى ولا اه 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 ثانية. فيقول ان اسلمت وووو وثم صلة من جديد ركعتين صلاة الصبح. انا الان بسأل. الصبح طبعا انسان نايم وصاحي وبيصلي. طبعا كان يصلي في البيت مطردا يعني. فاذا الصلاة الصبح الله سبحانه وتعالى دعا مننا ركعتين او ركعتان. فانا اذا بخرب في اه ركعتين فما بالك لو كان الصلاة الصبح مثلا ست ركعت. يا ان بصلي ثلاث ركعات. يا انه ممكن اصلي ثمان ركعات. فتعليق فضيلة الشيخ على هذه الجزية. السؤال الثاني والاخير. اه عندما نحن نقرأ اه القرآن الكريم. وان كنا حتى نقرأ يعني بخشوع وبتدبر. ولكن ان احيانا هل يجب اني انا لما اقرأ القرآن الكريم مدرك لمعاني وتفسير كلمات القرآن الكريم ام لا. لان انا كان واحد في المسجد لما يقرأ القرآن مثلا اه عارف انه ما يعرف هذا. ويوم ما تسأل تقول شو معنى هالكلام. ما يعطيك الاجابة. وما عند اجابة. فهل انا قاعد اقرأ القرآن بدون ما افهم المعاني ومعاني الكلمات. وان كانت حتى تكررت بعض الكلمات في ايات اخرى. بس في سياق قد يكون المعنى مختلف. وجزيتم خيرا يعني. كلا خير الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. آآ فالشيخ نجيب على الاسئلة. سؤال ابو محمد بنسبة الاذان. اذا دخل المسجد. وقت الاذان. هل الافضل يقول ان يجلس مباشرة او يظل واقف. هل ورد في هذا شيء. الحمد لله. صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وجماهير اهل العلم الى ان تحية المسجد سنة. ومن اهل العلم ان ذهب الى وجوبها. لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الجلوس. آآ قبل ان يصلي ركعتين. ويختلف الحال باختلاف آآ دخول المصل. فاذا دخل والمؤذن يؤذن. فالافضل انه يردد خلف المؤذن. ثم يأتي بالدعاء. ثم بعد ذلك يصلي آآ تحية المسجد. واما اذا دخل يوم الجمعة والمؤذن يؤذن. والخطيب على المنبر. فهو بالخيار. اما ان يردد خلف المؤذن. ويقول الدعاء ثم بعد ذلك يصلي ركعتين. واما ان يصلي حتى يدرك آآ سماع خطبة الامام. فهو بالخيار. يعني الامر في هذا واسع ولله الحمد. سأك الله خير فنصيخ واحسن الله اليكم. ما معناه هذه المكالمة. نعم. اخو عبد الرحمن تفضل. السلام عليكم. اعيكم السلام. انا انا مقبرة في سدبي. المسجد داخل المقبرة. توقع الشيخ صلاة فيها. مقبرة في القوس. فهل يجوز اني يصلي فريضة في المسجد هذا? انش. والسؤال الثاني آآ اليوم آآ الامام قال حق احد المصلين لا تفتح علي يعني في الصلاة. ويعني يقرأ اشياء مثلا ما يبثلك الحروف او ينقص بعض الكلمات. فقال انه انت يعني ان انت تعين الشيطان علي يعني خرب عليه صلاتك واشوش عليه. فلا تفتح علي مرة ثانية. آآ شوحكم واشي. شكرا الله خير. واضح ان شاء الله. ازاك الله خير خبد الرحمن. نعم. يفاصيخ سؤال لابو محمد. آآ يقول فاصيخ بالنسبة للمقصر في صلاته او في صيامه. ويعني يقول ترك الصلاة او الصيام للسنين طويلة. والان يقول فاصيخ مثلا عمره في الاربعين لم يصلي ولم يصم. كيف يقطي هذه السنوات? الحمد لله بالنسبة لمن كان تاركا للصلاة آآ في حياته مدة طويلة ثم تاب الله عز وجل عليه. وبدأ يصلي فان راجح من قول اهل العلم انه لا يقضي ما مضى وكان من هذا الترك والتفريط والتحاون في ترك الصلاة وانما يواضب على الصلاة الخمس. واذا كان ذكرا بالغا طبعا يحرص على الجمعة والجماعة. وعليه ان يحرص على النوافل. ومن النوافل السنن الرواتب القبلية والبعدية وكذلك قيام الليل وسنة الضحى. ويحرص على بعض الاعمال الصالحة التي جعلها الله عز وجل سببا من اسباب تكفير الخطايا والسيئات من بر الوالدين وصلة الارحام. وايضا قراءة القرآن آناء الليل واطراف النهار. كذلك كثرة الاستغفار. ايضا الصدقة اعانة الاخرين. ايصال نفع الى الاخرين. هذه كلها باذن الله معينة على مسألة تكفير ما سبق. ولذلك من تاب تاب الله عليه فيترك ما مضى ويستقبل ايامه بعمل صالح يحرص على الفرائض ويتوب الله على من تابه. زاك الله خير فانسيخ معنا. اخ حمدي تفضل. السلام عليكم وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. الله يحياك. اه اه شيخنا في سؤال عندي بخصوص بلوغ سن الاربعين. اه صورة الاحقاف الاية خمستاشر بتحكي او فيه الدعاء اللي هو بلوغ سن الاربعين. فبس اه محتاج اه اه رد من الشيخ. اه هل واجب على من بلغ الاربعين يعني يذكر الدعاء دوت. يذكر الاية والدعاء. واللي بلغ الاربعين وما قالها او اه اه اللي يبلغ الاربعين هالمطلب ان يقول الدعاء ده وايه سبب الدعاء وايه المترتب عليه. بس الشيخي وضح لنا. وان شاء الله. هيا. كذلك الله. كذلك الله خير. الحمد لله يحفظك. نجي فلسيخ سؤال ابو عبدالله. يقول فلسيخ انه في سجود يدعو بدعاء يقول لا رب اغفر لي ذنبي كله دقه وجله ما علمت منه وما لم يعلم. فيقول فلسيخ الورد هذا الدعاء. ويقول هل هو في ورد في الفريضة او في النافلة. الحمد لله هذا من الادعية الطيبة ومن الادعية التي وردت فيها النصوص. اللهم اغفر لي اغفر لي ذنبي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت. ايضا اللهم اغفر لي جدي وهزلي وعمدي وخطأي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي اه ذنوبي كلها واجرني من خزي الدنيا وعذاب الآخر. كل هذا يعني استعاذ بالله تعالى من عواقب هذه الذنوب. وهذه لا بأس ان يأتي بها في السجود سواء الصلاة كانت فريضة او نافلة. سأكل الخير فلسيخ واحسن الله اليكم. بعيد يقول الشخص يقول صلى صلاة الصبح في المنزل منفردا ويقول شك في صلاته لصلى ركعة وركعتين. ثم يقول عادة الصلاة. فيقول فلسيخ كيف يعني يتصور الشخص يصلي ركعتين ويحصل منه الشك في الصلاة وسرحان. الحمد لله من حيث الوقوع يقع. حيث الوقوع يقع فقد يسهو الانسان في صلاة الفجر وفي صلاة السنة ويسهو ايضا في الصلاة الرباعية والثلاثية. لكن ان يكون له عادة هنا يظهر بان لدى المصلي مشكلة. اما ان طرى عليه مرة في حياته مرتين مثلا يحصل يحصل المسألة الثانية كون يعيد الصلاة هذا خطأ. فاذا شك الانسان في صلاته في صلاة الصبح على صلة واحدة او اثنتين وقوي الشك عنده فانه يبني على الاقل. يعني يبني على انه صلى ركعة واحدة فيقوم فيأتي بالركعة الثانية. فان كانت الصلاة ناقصة اكتملت ولله الحمد. وان كانت تامة اصلا واجأت بهذه الركعة الزائدة. هذه فيها ترغيم للشيطان. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وآله سلم انه قال ما شك في صلاته فلم يدري اصلى ثلاثا ام اربعا فليبني على ما استيقن. واليقين ثلاثا. وهذا ينسحب على بقية الصلوات. مثل صلاة الصبح وصلاة السنة. فكون السهو مستغرب في الثنائية صحيح لكنه وارد. نعم. زاكر الخير فضل الشيخ ايضا يقول حكم من يقرأ القرآن. ويقول فضل الشيخ لا يعرف معاني وتفسير الآيات. فيقول عندما تسأله عن المعنى قد لا يعرف. هل يجوز قراءة القرآن من غير فهم المعنى؟ الحمد لله الجواب نعم. يجوز قراءة القرآن ولو لم يفهم معانيه. فالله جل وعلا قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولذلك إذا كان هناك شخص مثلا ليس عنده القدرة ولا الأهلية ولا يملك الأدوات لفهم معاني القرآن فلا نمنعه من قراءة القرآن بل نحثه على قراءة القرآن. لأن الحرف فيه بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. ولذلك نجد كثير من من لا يحسن العربي يقرأ القرآن ولا يفهم معنى. ويوجد من العرب من يقرأ القرآن ولا يفهم معنى. إما لكونه أمي ما تعلم ولا قرأ ولا كتب أو كان أو متعلم لكن في المجالات التطبيقية الدنيوية وليس له نصيب ولا حظ من علم التفسير مع علم الشريعة. فهذا كله يعني نحثهم على قراءة. لكن الأكمل هو أن يحرص الإنسان على فهم معاني القرآن. ولذلك الله جل وعلا قال في كتابي العزيز كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب قال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عني غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قل جل وعلا أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين؟ فيكتمل الأجر ويعظم الثواب وحينما يقرأ الإنسان قراءة تدبر وتعقل وتفهم. وقد ثبت عن بعض الصحابة أنه بقي في سورة البقرة ثماني سنوات ثمانية أعوام وهو يحفظ في سورة البقرة حفظا مع فهم يحفظ ويفهم ويعمل بمقتضى ذلك. والمقصود بأن من قرأ القرآن من دون فهم فله أجر القراءة. سيدك الله خير فنصيخ الأخ عبد الرحمن يقول مسجد يوجد داخل المقبر هل يجوز أن وصله يقول فيه الفرض؟ الحمد لله صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة في المقبرة. نهى عن الصلاة في المقبرة. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا. لا تجعلوا بيوتهم قبورا. بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على كثرة الصلاة في البيت صلاة الناهلة. وأن الإنسان لا يشبه بيته بالمقبرة التي لا يصلى فيها. ولذلك الصلاة بين القبور باطلة لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فإذا كان المسجد أو المصلى داخل المقبرة بين القبور فلا شك بأن الصلاة لا تصح أما إذا كان المصلى في أرض المقبرة لكن بينه وبين القبور جدار أو حاجز أو أن بابه إلى خارج سورة المقبرة فالذي يظهر لي بأنه لا مانع من الصلاة في هذا المصلى أكل خير أحسن الله إليكم أيضا سؤال لخ عبد الرحمن فالشيخ يقول إمام مسجد قال للشخص لا تفتح علي في الصلاة ويقول قال له أنك تعين الشيطان عليه وتوشوش علي قراءتي وصلاتي الحمد لله الجواب على هذا السؤال من وجهي الوجه الأول إذا كان قصد الإمام أنك لا تفتح علي مباشرة وإنما تنتظر حتى أعيد القراءة وأراجع الحفظ وأكرر الآية نعم فمع الإمام حق ولذلك يوجد من بعض المأمومين عجلة وربما يلبسون على الإمام فإذا أخطأ الإمام وهو يريد العودة إلى الآية تجدهم يسارعون في التنبيه والفتح عليه وهذا غلط وإنما ينتظر خاصة وأن مسألة الفتح على الإمام مسألة محل خلاف وإن كان الراجح مشروعيتها لقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي أصليت معنا قال نعم قال فما منعك يعني أن تفتح علي فإذا كان الإمام يقول للمأموم لا تفتح علي مباشرة انتظر حتى إذا استطعمتك أطعمني يعني إذا كررت الآية مرة مرتين ثلاث ثم بعد ذلك يعني ما استطعت أنني أرجع وآتي بالآية كما هي افتح علي بعد ذلك نعم الإمام أوحق والمأموم الذي يسارع إلى الفتح فإنه يلبس على الإمام ويشغل الإمام وربما يربك الصلاة عموما الوجه الثاني إذا كان الإمام ينهى المأموم عن الفتح عليه مطلقا ويقول دعني وقراءتي وصلاتي فهذا خطأ من الإمام ولا ينبغي له أن يقول مثل هذا القول أو يطلب مثل هذا الطلب ذلك أن الإمام إذا أخطأ وما من أحد إلا ويجري عليه الخطأ والنسيان فإن من حقه على المأموم الحافظ المتقن الضابط أن يفتح عليه أن يفتح عليه فإنكاره على المأموم بهذه النية أو بهذا الاعتبار خطأ من الإمام خطأ من الإمام وأرجو أن السائل قصد الوجه الأول الذي أجبت عليه أما إذا كان الإمام يقول لا أحد يفتح عليه فليس له الحق في هذا والناس يريدون أن يصلوا صلاة كاملة غير منقوصة وإذا صلاة يضبط فيها الإمام قراءته ولهم الحق بأن يفتحوا عليه ويكون من خلفه من الحفاظ قول النبي عليه الصلاة والسلام ليليني منكم أولو الأحلام والنها نعم سكرا خير فنصيخ وأحسن الله إليكم نذكروا مستمعين الأكارم برقامة التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600 55 1688 رسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات الحمد الشيخ يقول ورد في سورة الحقاف في دعاء أو في قول الله عز وجل حتى إذا بلغ شده وبلغ 40 سنة قال رب يوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين فيقول هل هذا الدعاء واجب على من بلغ 40 سنة أن يقول هذا الدعاء وإذا لم شيء الحمد لله طبعا هذه الآية تشير إلى اختصاص سن الأربعين بالذكر هنا لما في سن الأربعين من النضوج وكمال الفهم وتمام العقل وأيضا بلوغ نعمة الله عز وجل على الإنسان الذي منحه هذه القوة ولذلك الله جل وعلا قال ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهر حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني توكت إليك وإني من المسلمين ولذلك يقول الإمام مالك رحمة الله عليه أدركت أهل العلم ببلدنا وهم يطلبون الدنيا ويخالطون الناس حتى يأتي لأحدهم أربعون سنة فإذا أتت عليهم اعتزل الناس والمعنى بأن هذا السن سن النضج وسن التمام ولذلك الله جل وعلا يبعث أنبياءه على سن الأربعين على سن الأربعين الذي هو سن النضوج وهو في الغالب أنه منتصف العمر في الغالب ولذلك ينتصف عمر الإنسان الذي عافاه الله وسلمه من الأمراض المردية والأسقام المميتة إذا بلغ أربعين سنة وأما أنه يجب عليه أن يدعو لا هذا ليس يعني والدا لم يرد فيه شيء وإنما المؤمن الكيس الفطن الذي يسعى إلى رضى الله سبحانه وتعالى ويعلم بأن بأنه راحل عن هذه الدنيا إذا بلغ هذا السن ينتبه لنفسه ويدعو الله عز وجل ويشكر الله على نعمته عليه ببر والديه ويسأل الله عز وجل صلاح أهله وذريته لكن ليس فرضا ولا لازما أن يقول هذا الكلام وإنما تخصيص تخصيص سن الأربعين في التنبيه لهذا الغرض يعني التنبيه تخصيص سن الأربعين واختصاصه بالذكر هنا للتنبيه على أن الإنسان ينبغي له أن يتنبه وعلى أن العمر يمر وعلى أن الإنسان في رحلة في هذه الدنيا وفي سفر ويوشك أن يصل هذا هو المعنى ولذلك يذكر نعم الله عز وجل عليه وعلى والديه ويسأل الله عز وجل صلاح الأهل والذري ساكل الخير فض الشيخ وأحسن الله إليكم ننتقل إلى الرسالة النصية للغصيرة يسأل عبر الرقم 6-6-8-8 لمشتركي اتصالات يقول فض الشيخ هل ذكر الله عز وجل إذا كان الشخص يريد أن يذكر الله عز وجل في نفسه هل يكون بتحريك اللسان الحمد لله لا شك بأن الذكر على مراتب وأفضل الذكر ذكر القلب مع مواطأة اللسان أو ذكر اللسان مع مواطأة القلب فيذكر بلسانه مع استحضار معاني هذا الذكر بقلبه والثاني ذكر الله عز وجل بنفسه يقول الله في الحديث القدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي والثالث ذكر اللساني فقط من دون مواطأة اللسان من دون مواطأة القلب وهذا أقل المراتب هذا أقل المراتب وأدنى المراتب ولذلك بالنسبة لذكر النفس هو استحضار المعاني بقلبه وبنفسه فإذا صاحبه تحريك اللسان أصبح أصبح في المرتبة الأولى وهو ذكر القلب واللسان زاك الخير فض الشيخ أيضا يقول هل يجوز اقتناء كلب يقول عندي أبناء من أصحاب الهمم وأخبرنا الطبيب أنه من الممكن لهذه الحيوانات أن تساهم في العلاج أي حيوانات يعني الكلاب هل يجوز اقتناء الكلب نعم عندما يقول أبناء من أصحاب الهمم وأخبرنا الطبيب يقول أن هذه الحيوانات من الممكن أن تساهم في العلاج الحمد لله يعني بالنسبة لكلام الأطباء يعني قال من الممكن أن تساهم في علاجه وأيضا من غير الممكن أن تساهم في علاجه فهي المسألة قائمة على الإمكان وعدم الإمكان لكن في شريعتنا وفي عقيدتنا بأن الكلاب ما تقتنى إلا لثلاثة أغرام كلب الحراسة وكلب الصيد وكلب الماشية أو الزرع هذه الذي استثناها الشارع الحكيم صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام نهى عن اقتناء الكلب إلا كلب حراسة أو صيد أو كلب الزرع أو الكلب الماشية وأما قضية والله أنها تعالج هذه أشياء يعني قائمة على التجربة فيمكن يمكن ويمكن لا لكن أنا أنصح الأخبر ابتعاد خاصة وأن جاء النهي عن اقتناء الكلب لغير حاجة ولا ضرورة ويستبدل ذلك بالطيور مثلا فإذا كانت القطفات شيخي أو القطط مثلا مثلا يعني أنا أضر مثال يعني الآن ما عند الكلب من السلوكيات والممارسات قد يوجد في القطة ويوجد في الطيور مثلا ويوجد في بعض الحيوانات اللي أذنت الشريعة باقتنائها ويمكن أن يوفر له مجموعة ألعاب مثلا أو مشاهدات مثلا فيعني لا نحصر العلاج في هذا ونجعل هي قضية القضايا زد على ذلك أن الأهم بالنسبة لذوي الاحتياجات يعني يحرص على ربطهم ب يعني سماع القرآن وجعلهم يقرؤون القرآن ورقيتهم بالقرآن هذا هو الذي ينفع بإذن الله زكا الله خير فض الشيخ وأحسن الله إليكم نذكر مستمعين الأكارم برقامة التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 رسالة النصية للقصيرة 6688 لمشترك يتصالات فض الشيخ هنا السؤال الذي قبله الذي سائل عنه ذكر الله عز وجل في النفس هل يكون متحريك اللسان يقول لم أفهم الإجابة الإجابة أنا ذكرت بأن ذكر الله على مراتب ثلاثة ذكر الله على مراتب ثلاثة أعظم الذكر أن يتواطأ القلب مع اللسان يعني لما تقول سبحان الله الآن تستشعر معنى سبحان الله يعني تنزه الله عز وجل عن النقائص والعيوب سبحان الله يعني تتفكر في الملكوت هذا العظيم هذه الأجرام العلوية وهذه السماوات وهذه الكواكب وهذا الخلق من الليل والنهار يسلخ الله الليل من النهار ويسلخ النهار من الليل الإنسان يعني يعني عظيم خلق الإنسان تقول سبحان الله وتنزه الله سبحانه وتعالى الحمد لله تستشعر عظيم نعم الله عليك وتقر ذلك بقلبك وهكذا الله أكبر تنظر إلى كل كبير في هذه الدنيا من الجبال الشوامخ الراسيات الشامخات العوالي ترى بأن لا شيء أمام عظمة الله عز وجل هذه السماوات والأجرام هذا الخلق العجيب هذا لا شيء لأنه خلق الله سبحانه وتعالى هذا المعنى هذا اللي قصدته ذكر الله في القلب هو أن تتفكر وتذكر الله بقلبك من دون تحريك لسان هذا المرتبة الثانية هذا المعنى أنك ما تذكر إذا ذكرت الله بلسانك وقد ذكرته بقلبك فقد أتيت بأفضل المرات لكن إن ذكرت الله في نفسك من دون تحريك لسانك هذا المرتبة الثانية والله يذكرك في نفسه والمرتبة الثالث ذكر باللسان فقط زاك الأخير أحسن الله إليكم أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول إذا قرأت سورة الفاتحة في غير الصلاة لا قل أمين الحمد لله الجواب نعم الجواب نعم تقولها في الصلاة وخارج الصلاة ومعنى آمين اللهم استجب هذا معنى آمين نعم زاك الأخير فض الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول إذا كان والد يقول كبير في السن ويقول فض الشيخ في بعض الحال يتلفظ بها الفض سيء يقول كيف ننصحه وكيف أيضا يقول يعني نتصرف معه في بعض السلوكيات الحمد لله بالنسبة للوالد له حق على أولاده من البر والإحسان إليه ومصاحبته بالمعروف وعدم إيذائه وإذا كان مرتكب لذنوب وخطايا أو لديه ألفاظ نابية فإن الأولاد يتحملون منه ولكن يعظونه ويذكرونه بترفق وبلين وبلطف الله جل وعلا قال عن إبراهيم وهو يعظ أباه يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتي يا أبتي إني أخاف أن يمسك يا أبتي يا أبتي وهذا فيه ترفق وتلطف مع الوالد ولذلك ما يمنع أن الولد ينصح أباه يا أبتي أخاف عليك من عذاب الله يا أبتي أخاف عليك من عقوبة الله يا أبتي هذا الكلام ما يجوز بهالطريقة هذه أيضا يوصي شخص مثلا قد يكون مؤثر على الوالد بأن يعظه ويذكره وهذا لا يمنع من يعني هذا لا يعني كون الوالد واقع في مثل هذا الأمر هذا لا يقود إلى هجر الوالد أو عقوق الوالد أو عدم بره لا هذا غير صحيح فكل شيء يوضع في نصابه وفي محله وهذا الخطأ يقابله أيضا الوالد عنده إحسان وعنده معروف مع أولاده جعله الله سبب من أسباب وجودا في هذه الحياة ساكل الأخير فهد شيخ معنا أخت أمنية فضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضلي أخت أمنية يعطيكم العافية والله يعافيت لو سمحتك قد عايزة أسأل الشيخ أنه أنا بدوم في مستشفى وبيطيلنا حالات الكورونا فعشنا سمحنا لشخص واحد أنه يكون مع المريضة بس بس بسوف أنه يعني إحنا بنلبس وبنتعب والأهل بيستهتروا أو المريضة نفسها أو يعني الحاجات دي بتخلي الواحد يعني بيتعب بيزعل على نفسه ونبحث يعني حسيت بأهر وحسيت بحزن أنه إحنا بنحاول نحنيهم ونعليقهم بس بالمقابل مفيش يعني الناس مش بتفهم مش بتستوعب وفيستهتر وبعض الأشخاص فأنا عايزة أعرف حاجة أدعاء أقوله يخفص عني الحزن أو الدي اللي بحس به عشف نعم غضب من الوضع أو دين أو خزن إن شاء الله إيه الدرع اللي ممكن أقوله كفف عني هون علي وووح إن شاء الله إزا تشالله خير اختبني الله يحفظ شيخ أخير سؤال اختبني تقول إنها تعمل في مستشفى تأتي بعض الحالات مرض الكورونا فتقول نرى من البعض استهتار ولا مبالاة وتقول نحن يعني ناخذ جميع الإجراءات الاحترازية فتقول بعض أشعر بالضيق أشعر بأني يعني في ضيق وفي حزن بسبب هذا الأمر كيف تقول أنا أهتم وأخاف على نفسي وهؤلاء المرضى أو من يرافقهم وليس عندهم ذلك الاهتمام فتقول هل هناك دعاء يخف أن هذا الطيق والحزن الحمد لله أولا نخت الفاضل أبشري فإنك على خير وفي عمل صالح ولا شك بأن المحافظة على الأنفس المعصومة وعلى صحة الصحة العامة وعلى الصحة الخاصة هذه من العبادات ومن القربات ولذلك احتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى وقومي بدورك المناطبك من يعني المداوة والمعالجة والتنبيه والتعليم والتنبيه تنبيه يعني الآخرين على الأخطاء التي يقعون فيها الشيء الآخر يعني حزنك وألمك لمثل هذه الممارسات الخاطئة التي يقوم بها بعض المرضى أو من يرافق المرضى لا شك أن هذا علامة على صدقك إن شاء الله وصلاح نيتك وحرصك على الخير فتشكرين وتعجرين على هذا الحس الطيب ولا تندمي أخت الفاضل حتى لا يذهب الأجر ولا يفوت الثواب الأمر الآخر مؤسف والله جدا أن نشاهد مثل هذه الممارسات والأغاليط والمخالفات التي تحزن يعني نحن أمام جائحة وأمام وباء خطير الدولة بكل إمكاناتها التي سخرتها لمن للمواطن وللمقيم حتى يكون بعيد عن هذا الوباء وسليم من هذا الداء فقيام بعض الناس بمثل هذه الممارسات الاستهتارية الخاطئة التي تنم عن عدم مبالاة لا شك بأنه أمر محزن أمر محزن ومقلق جدا لأن هذا الوباء سريع الانتشار ومن السهل أن يلتقطه الإنسان وربما يعني ارتكب هؤلاء المستهترين خطأا فادحا بعدم العناية بالاحترازات أو عدم الاهتمام بمثل هذا ونقله إلى إنسان ربما تليفت نفسه البريئة بسبب هذا الاستهتار وعدم المبالاة ولذلك على الناس جميعا أن يكونوا يدا واحدة للوقوف أمام هذا الوباء مستعينين بالله تعالى متوكلين عليه باذلين الأسباب باذلين الأسباب أما قضية الأدعي أخت الفاضلة فكثيرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري مثلا اللهم أني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم يسر أموري كلها وأجرني من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أفرغ علي صبرا اللهم أثبت قدمي يا رب ونحو هذه الأدعية ولو قلت دعاء بسليقتك يعني ما يشتمل على محذور الحمد لله يكون طيب بارك الله فيك بارك الله فيكم يا شيخ وأحسن الله إليكم إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهات حلقة اليوم نشكر فينا تذلقى فضيلة الشيخ الدكتور عزيز مفرحان العنزي نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن لتواصلكم معنا نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل الأحمد من الأخراج على السعيد تقبلوا تحيات معدثكم ساقد اللطيف السلام عليكم ورحمة الله